المهندس مصطفى مراد فاني المهندس مصطفى مراد فاني المهندس مصطفى مراد فاني ومصر تسمى كان أيمية رئيس الاتحاد الأفريقي وكان مادو عندنا في البيت وقابلته بالليل بعد ما كشفت يعني فقال لي كان هو بيتابعني وأنا سني أظهر من كده وانا في المدرسة وانا في الجامعة كنا دائما نتكلم في الكورة كنت بتابع أنا الكورة وجدتي كان بتشريلي صحيفة فرانسفوتبول الأسبوعية فكنت بتابع يعني وبتنقش معاه وهي الأشهر في العالم وهي الأشهر وهي اللي بتعمل جيدة أحسن لعب وما يلزل فقال لي أنت هتعمل إيه وقال لي أنا أشتغل بقى في البترول وبتاع لي لأ أنت معنا أنت من البكرة تيجي وتشتغل معنا في الاتحاد الأفريقي وكان والدي كان المفروض هيتقعت ولكنهما طالب أنه هو يستمر فعشان الأداد من يخلفه كان الكابتن عبدالقابس ليه ما الله يرحمه هو تم اختياره كسيجارتير مساعد وأنا اخترت كمسؤولة للتعامة والإعلام وكنت مسؤول أساساً عن النشرة طورت النشرة على الاتحاد الأفريقي وكنت بعملها جددتها وكان مرحلة حالك دخلت الاتحاد الأفريقي في 78؟ 78 بعد ما تخرجت على طول بشهرين ثلاثة والحقيقة كانت الفترة دي الأستاذ عبلوهاب سليم الله يرحمه كان شخصية يعني دمس الخلق وعلى علمه كنا منحبه جداً في الاتحاد الأفريقي كل العاملين من الاتحاد الأفريقي كانوا يعني بالنسبة لهم كان حاجة كبيرة جداً وكان هو المفروض اللي هو يتقلد منصب سيجارتير الاتحاد الأفريقي لكن بكل أسف طبعاً مرض كان عنده مرض ابتدى يشتد عليه وكنا عايزين أنه يستمر الاتحاد الأفريقي فحاول لمدة سنتين أنه يستمر لكان سنة 1980 تقدم باستقالته لأنه كنا عايزين يستمر وقولنا له هنساعدك وهنأمل كل حاجة قال لا أنا لا أقبل أن أحصل على راتب بدون المؤدي المجهود اللي مطلوب مني بدون عمل بدون عمل وأنا مش قادر أقدي المجهود المطلوب مني ودي من ضمن المبادئ والأخلاق بتاعت النادي الأهل أن اللي يؤدي عمل يحصل على المقابل العمل اللي هو بالعمل اللي هو يؤديه ولازم يؤديه فابتعد عن الاتحاد الأفريقي طبعاً استمرت علاقتنا لأنه شخصية يعني رائعة وسنة 82 دخلت السكرتاري سنة 82 المرحوم راد صايمي تقاعد واللجنة التنفيذية اخترتني كسكرتير الاتحاد الأفريقي أعتقد كنت الرابع سنتها كان أول سكرتير المرحوم يوسف محمد كان حاكم دولي من أشهر حكام المصريين وبعدين الكابت المصطفى كامل منصور كان مدير كورة في النادي الأهلي وكان مدير حارس مرمى مصر في التلاتينات وكان بالمناسبة كان بيلعب مع عمي كانوا الاتنين هما أنا بنقول أنه دايماً الأهلي عنده اتنين حراس على مستوى كبير كانوا هما الاتنين حراس بتوع منتخب ما كان شرين منصور معاني بارح وقالت للمصطفى كان جدها بيلعب معاني حضرتك فهو الكابت المصطفى كامل منصور وعزيز فامي كانوا الاتنين الحراس وهم الاتنين اللي راحوا عند قاريك أدي الأهلي حراس دايماً كان عنده على مستوى كبير الاتنين الحراس اللي راحوا كاس العالم في إيطاليا ودورة الأولمبية في بيرلين هما برضو نفس الاتنين اللي راحوا الدورة الأولمبية في بيرلين سنة ستة وتلاتين حررتك دخولك للتحاد الأفريكي في السكرتاريا 82 والنادي الأهلي بيحرز أول بطولة دوري أبطال أفريكيا في 82 كان وش حلو عليه ودعب بعد أربعة وشهر وكان الحياة كانت رحلة جميلة كان كتوكو وعبنا في كماسي وكان الكابتن صالح بيرقص البعثة وأتذكر أنه مع الكابتن الخطيب الأسطورة زي ما بنقول كلنا أهرز الهدف يعني بصفر الكابتن صالح وشاورتله حتى تسمى ما كانش مبسوط للمفروضة كل محايد لكن في الظروف دي صعب جدا أول مرة الأهلي بيكسب البطولة والهدف ده طبعا أحساس حريضك إيه فإنم والأهلي بيحرز أول بطولة تدورة بتالأفريكي لا إحساس يعني ما فيش إحساس يعني يقاربه غير إحساس أبو تريكا ما جاب الهدف في الصفاقسي نعم والهدف في الصفاقسي يعني كان كان شعور طبعا مش قادر أنا أعمل أي حاجة في المعلق لأن أسكتيل التعاد أفريكي فما قادرتش يعني من كسرة انفعال دخلت جوه في الصالون جوه وأعدت كملت الماتش في الصالون ما قادرتش أكمل في المعلق جميل قوي في في او في الزوم العاملين حاجة كده مشوار المهندس مصطفى مراد فهمي نرى سويا ثم نعود لحضرات شكرا فهمي مصطفى مراد فهمي أيقونة القرى العالمية والأفريقية لا تملك إلا أن تقف له ولتاريخه إجلالا وتقديرا فيكبرك أدبه الجم ودماثة خلقه وتواضعه على استحضار الهيبة في حضرته ظل مصطفى مراد فهمي طوال تاريخه طلسما وكنزا مهجورا وعندما عاد للساحة عاد لغزا محيرا للجميع ضرب حوله المنجمون الودع وسأل عنه المشعوذون نجوم الفلك من هو هذا النائب في قائمة محمود طهر إنه المفاجأة ورمانة الميزان ونقطة التحول في انتخابات الأهلي مصطفى مراد فهمي السكرتير التاريخي للاتحاد الأفريقي ومدير لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الذي زاد ترشحه لمنصب النائب ضمن قائمة محمود طهر في انتخابات الأهلي والتي ستجرى في الثلاثين من نوفمبر الجاري سخونة للمعركة الانتخابية فقد كان بمثابة الضربة القادية والنقطة الفارقة في مشوار انتخابات القلعة الحمراء وبات أعضاء الجمعية العمومية في حيرة في الاختيار بينه وبين منافسه العمر فاروق وزير الرياضة السابق والمرشح لنفس المنصب ضمن قائمة الخطيب مصطفى مراد فهمي يمتلك سيرة ذاتية تدفع أي عضو للتفكير ألف مرة في حسم اختيار النائب فقد شغل منصب السكرتير الكاف على مدار 28 عاما وعضوا بالمكتب التنفيذي لفيفا خلال حقبة التسعينات ويعد فهمي هو أول مصري يتولى منصب مدير المسابقات بفيفا مما أكسبه علاقات دولية وخبرات إدارية غير مسبوقة ولكن دات غيابه عن القلعة الحمراء في السنوات الأخيرة الماضية ليدفع معارضيه للتشكيك في قدرته الإدارية الكبيرة في وقت كان نفس هؤلاء الأشخاص يتباهون ويتفخرون بقيادته للمناصب الدولية واحدا بعد الآخر إنه مصطفى مراد فهمي أيقونة القرة العالمية والأفريقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تقدمها بالنسبة للاتحاد الأفريقي للاتحاد المصري إنه هو يكون على دراية بكل شيء قبل التانية مش يعني مش صبق لكن هو للقرب والالقات الطيبة مع الاتحاد المصري وما يكون فيه أي حاجة مهمة منبلغ على طول الاتحاد المصري بسهولة باقي الاتحادات بتبعث عنها كان لفاكس ودلوقتي الميل وكل الحاجات دي تتباعت اتحاد المصري يبقى بالتليفون وهنقول له العملية دي مهمة العملية دي خلي بالك من العملية دي حضرتك فاندم بداية تقلدك في المناصف الاتحاد الأفريقي كان من 78 حتى 2010 إذن حضرتك خدت القرى الأفريقية وهي لسه بك مشاكل ومشاكل كبيرة جدا داخل القرى السمراء في التنظيم وفي كل شيء من وسائل الاتصال وسائل المعيشة ودلوقتي أفريقيا في كأس الأمم وما شاء الله عندنا خمس دول بتشارك في كأس العالم ملف تطوير القرى الأفريقية كيف نجحت في تطويره بشفانسف نعم مش هلت أتكلم عن نفسي بس يعني كان فيه مخالف الهرام الرياضي أعتقد ويقولوا أن أنا فيه أشهر من تقلد منصف سكرتير تعالى أفريق لا ما أقدرش أقول يعني وهيظل الوقود طويلة أن المرحوم مراد فامي أعظم من شغل أول أشهر أشهر وأعظم ومش هنقدر نوصل لأن إحنا وصلنا لحاجة وتقول أوه يعني كان فيه ظروف صعبة ومنطور لكن هم كان ظروفهم أصعب وهم اللي خلقوا الاتحاد الأفريقي تسمى والدكتور حليم ومراد فامي كان ظروفهم أصعب منا عشر مرات على أصل يتدعوى في الرؤية فامي فلو ما كانوش موجودين احنا ما كناش نقدر نعمل حاجة أنا فاكر أن الرئيس جمال عبد الناصر سنة 1963 كان اتحاد الأفريقي لسه بيحبو كان فيه سبع تمن دول كانتش لسه فيه دول خادت استقلال الحكومة المصرية دعت أما بتعت موجة الاستقلال في أفريقيا 62-63 مصر دعت 30 دولة أفريقية على نفقتها والاتحاد الأفريقي أخذ نموه أصبح اتحاد من الاتحادات التي يحسب لها ألف حساب في مجال الكرة العالمية انتقل بعد ما كانوا تمانية بقوا وصلوا أو شاكوا رقم 40 دي طبعا توري لك أن الناس دول عملوا حيات طبعا احنا عملنا يعني مشينا على هذا النهج وطورنا طورنا فيه بطولات تطورت كان الأول فيه بطولة الأندية أبطال الدوري وبعدين بطولة أبطال الكاس في 75 وبعدين طورنا بطولة كاس الأمم كانت أهم بطولة نعم الأستاذ عيسى حياته كان له أفكار كتيرة طور فيه العدد بقى 12 بقى 16 فطورنا حيات كتيرة في كاس الأمم الأفريقية الحاجة الأفخر يعني طبعا مسؤولية جماعية لكن الحاجة اللي أنا أفخر أن ساهمت فيها بمقدار كبير كان فكرة ربطة الأبطال ربطة الأبطال كانت في أوروبا وكان فيه شامبيونز ليك شامبيونز ليك نعم ناتب نفس المصطلح بالنسبة لنا عملنا أفريكا شامبيونز ليك فكان فيه تخوف يعني وميسر عيسى حياته كان متردد وأنا واحد نحن تخش بنفس النظام مجموعات تأهيلي مجموعات ثم باقي النظام البطولة ندور طمن نهائي ثم نصف نهائي ثم نهائي بالضبط وبعدين يعني كان أهج الأصدقاء في الشركة الرعية قدرنا أن احنا نقنع مستر عيسى حياته نلازم نبتديها وابتدناها بالنظام اللي هو كان النظام القديم في أوروبا اللي هو مجموعاتين أربعة أربعة واندس من 92 ل 96 حضرتك كنت عضو مجلس إدارة في النادي الأهلي مع الأعظم والأشهر عندنا كأهلوية الكابتن صالح سليم كابتن صالح سليم ما فيه صورة حضرتك أعرضها مع الكابتن صالح سنوات مع الكابتن صالح في النادي الأهلي طبعا أنت من سنوات العائلة طول عمرها في الأهلي صورة دي مع الكابتن صالح صورة دي في يوم جوازي يوم الزواج كان الفرح كان الفرح بتاعي والكابتن صالح اللي هي شرفنا هو والسيدة حرمه وهو قاعد هنا في على الترابيزة بتاعت والدتي هي السيدة اللي أمام والناحية التانية كان والد في الترابيزة القريبة إذن العلاقة منذ سنوات كبيرة وكثيرة جدا مع الماستر وكان والدي أعتقد فيه مرة أريد أن كان الوالد وما كانش والد الكابتن صالح ما كانش أعط بس كان بييجي كان بيجي النادي والدي كان بيقعد كتير معاه في النادي فكان والدي يعرف كمان الدكتور سيليم هو مش من دوره بس كان بيقعد معاه ذكريات حريطة كتندم مع الماستر الأسطورة صالح سليم كيف كانت؟ الماستر مش هقول حركة أنا صديق للماستر أنا عاشرته في المجلس في 92 بس طبعا هو كان عارف كان فيه علاقة وكان يشرفني أن في المجلس ده كان فيه أنا كنت عضو بالتعيين والتعيين كان بيتم إزاي؟ كان بيتم عضاء المجلس المنتخبين بكل واحد بيعرض بعض الأسماء وبعدين بيصوتوا عليهم فالتصويت جاء المستشار عبد مجيد محمود بعدين مستشار محمود فاني وأنا والكابتن الخطيب كان من المرشحين بس جاء بعصوات أقل منه في المجلس ده كانت اتنين معينين؟ كانوا تلاتة معينين تلاتة معينين سيادتك والمستشار عبد مجيد محمود والمستشار محمود فاني سيادتك ده كان اتنين وتسعين دي ستة ستة وتسعين يعني كانت تجربة جميلة مع الكابتن صالح لأن تعلمنا منه برضو الفن القيادة القيادة مش بس هو طبعا كان قائد في الملعب وكان قائد برضو في المجلس الإدارة كان هو اللي بيوجهه المصلة زي ما بيقوله بتاعة المجلس بيوجهنا وكان المجلس فيه طبعا قامت برضو الكابتن حسن حمدي والسيد إبراهيم المعلم والدكتور حسان بدراوي وزي ما قلنا المستشار عبد مجيد محمود واللي هو سفير نور كان مجلس كان أمين الصندوق الرحمة طلالي محمد بي عبد محمد بي عبد كان قابليها كان تمانية وتمانين اتنين وتاسع وتسعين هو جاء بعدين تاني ورح فيه فترة وبعدين رجع الكابتن حسن كان هو الناي بس مش متذكر مين كان أمين الصندوق في الفترة دي تمام بش مانس عائلة فهمي ما شاء الله ممتدة داخل النادي الآلي يعني حضرتك ووالدك وعمك يعني ما شاء الله العائلة ممتدة تاريخيا وعلاقة تاريخية بالنادي الآلي ما أنا هقول لي حالك كمان قصة ضريفة عزرف من نسبة للعائلة ليه يعني اتجوا ناحية الرياضة لأن أنا جدي محمود فهم حسين المحامي كان من أقطاب الحزب الوطني مش الحزب الوطني العديم الحزب الوطني بتاع زعيم مصطفى كامل ومحمد فريد وفترة من الفترات كان بيشغل منصب سيكرتيري الحزب الوطني لكن الفترة دي كان الصدام شديد جدا مع الاستعمار الانجليزي وانت عارف حراك الحزب الوطني كان الهدف الأساسي هو وكان الخدير عباس حلمي كان بيسانده طبعا فكان فيه تضييق من الانجليز على الحزب وعايزين ان هم يسيطروا على الحزب عشان يبطلوا مقاومته للاحتلال الانجليزي فهو فضل انه كانت فترة صعبة لجدي فحاول انه هو يبعد الاولاد عن السياسة فوجههوا من ناحية الرياضة كان عمل ليه كان فيه في الزتون وما كانوا عايشين في الزتون وكان فيه بيوت بعض العائلات عائلة الشريعي وكذا عائلة فكان بيجمع في كل نهاية الأسبوع اولاد العائلات ويعمل لهم مصابقات رياضية مش بس في الكرة في المصارعة في الجري في حاجات كتير فمن هنا بنشأ حبهم لكرة القدم وكان فيه ابن خلتهم اسم يوسف واهبي لو حالك تشوف فريق النادي الأهلي في 1917 و18 انا بلاقي في الصورة بيبقى مكتوب الاسم كان الزهير الايمن بتاع فريق حجازي وبعدين الكابتن حجازي ساب النادي الأهلي وشكل فريق نجوم القاهرة ومشكل نجوم القاهرة في بعض اللعيب الأهلي طرشوا الأهلي لكن يوسف واهبي فضل وظهر جيل جديد من الناشئين وجيل جديد الناشئين بقى اعتقد ان لم تخلن زاكرة كان فيه كابتن مختار بتتش ابتدأ يظهر وكسبو حجازي 3-0 كسبو فريق نجوم القاهرة وانتهى فريق نجوم القاهرة واضطر حسين حجازي انه ينهي فرقة نجوم القاهرة وانتقل اي نادي الزمالك لانه ما قدرش يرجع تاني النادي الأهلي فهم من سنة ستة وعشرين بعد كده ولاد كان هو ابن خالتهم فهم راحوا بعد كده كانت انتقلوا من نادي الزاتون كانوا بالعاب في نادي الزاتون كان من عندية الدرجة التانية انتقلوا النادي الأهلي في سنة ستة وعشرين وكانوا ثلاث إخوات محمد فهمي كان الأكبر وعزيز فهمي وبعدين مراد فهمي كان الأصغر ومحمد فهمي اعتزل مبكرا وأصبح مدير الكرة وتوفى هو مدير الكرة لنادي الأهلي زي كابتن سابط البطل يا فنم حضرتك بهذا الأمر يعني تربيت جوه النادي الأهلي تعريم المولود جوه النادي الأهلي وفاكر أن والديتي حكيتلي ده أنا مرة وأنا عمري ثلاث سنين كنت في الباب اللي هو على النيل فما أخذوش بالهم مني شوية وبعدين اختفيت فلقوني من الباب التاني اللي هو نادي ناحت المعلمين وكان البواب مش متذكر اسم ودوقتي هو اللي لقاني وفضل مخليني معاه لغاية ما لقوني وعندي صور كتير يعني تمام مش مهندس سنوات طويلة العمل خارج مصر مش طويلة قوي وما ست سنين بس لا لا يعني جو سفر وحضرتك كنت سفريات كثيرة جدا أنا فاكر مرة من المرات مش عارف قبلت سيادتك في إحدى الدورات الأولمبية بس أنا مش متذكرها مش فاكر لندن ولا بكين بكين مرات برشلونة 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 لي مؤخرا كنت في الاتحاد الدولي يعني أنا متذكر بس أنا يمكن خانيتني الزكرة بعد كده لماذا أو الدعوة التي توجهت إزاي لحضرتك للدخول في انتخابات مع قائمة الكابتن المهندس محمود طهر نائبا للرئيس دعوة المهندس محمود طهر يعني اتصل بي وقالي أنه في قايمة وقايمة تكون فيها كلها قامات وكل واحد عنده ملف مخصوص يعني فيه يعني برنامج عمل هيكون لكل شخص في هذه القائمة وكلها قامات في مجالات في مجالات عملهم كلهم فشجعني لأنه هو أساسا يعني في الفترة اللي هو تولى فيها رئاس النبي الأهلي مجح فقلت له هل تواصلت قائمة أخرى مع حضرتك؟ ما أنا حكينا للقصة أن الكابتن عدلي قي والكابتن الخطيب يتصلوا بي وطلبوا مني الانضمام للقائمة فأنا اعتذرت فقلت لهم أنا يعني هفكر وطلبوا مني يعني انضموا فقلت لهم أنا هفكر لكن ما أقدرش بعد ما اتفقت مع المهندس محمود طهير أني فاضي اليومين على الانتخابات فقلت لهم يا إما الترشح يعني على أغلق باب الترشح على الترشح يا إما هترشح مع المهندس محمود طهير يا إما هتذر تماما لكن هتذر أن أنا مش هادر أنضم للقائمة لو تم الكلام والحديث معك من قبل قائمة الكابتن محمود الخطيب قبل المهندس محمود طهير هل كان المهندس مصطفى مراد فهم وافق أم أنه يجد نفسه أكثر ومن الممكن أن يفيد النازي في ظل قائمة على رأسها المهندس محمود طهير صعب أقول لحركة دلوقتي لأن الكابتن الخطيب كلنا بنقدره كنجم وأسطورة من أسطير الكرة في مصر لكن برضو مش عملية مهما كان حب الواحد للكابتن الخطيب كنت هقول له إيه البرنامج وإيه اللي هيبقى مكتوب مني ووكلف بإيه بس هو كان المتصل بيها كان في الآخر وكان يعني على وجه السرعة وإتمام القائمة ولو في مكان أو ما فيش مكان فكانت العملية على عجالة ما كانش فيه أي تفاصيل فكنت يعني لو كان فيه تفاصيل كنت هقارن بين البرنامجين وليس بين الأشخاص ليس بين الأشخاص كل التقدير يعني الأشخاص حريك مكلف بملف كرة القدم ومشاء الله سيفي حضرتك داخل الاتحاد الأفريكي والاتحاد الدولي تنين كاس عالم في التنزيم 2010-2014 2014 حريك كنت مسؤول عن تنزيم حتى المباراة النهائية وأعتقد كنت في كل المدن في البرازيل كنت حريك برضو بتشرف على تنزيم هذه البطولة هذا صحيح؟ بالضبط و2010 كنت المناصف فأنا كنت مسؤول عن تنزيم المباراة النهائية بس كنش مسؤول عن تنزيم البطولة ككل 2014 كنت مدير المسابقات فطبعا كاس العالم ما بيبقاش بس مسابقات وفي تلفزيون وفي تسويق وفي حاجات كتيرة جدا مش بس كل المديرين بيشاركوا في تنزيم المسؤول عن المشروع أساسا بيكون مدير المسابقات تحت إشراف سجارة الاتحاد الدولي يعني نمر واحد مش أقولك أنا كنت نمر واحد نمر واحد هو سجارة الاتحاد الدولي ونمر اثنين المدير المسابقات حررتك ما يوجد داخل ملف سيادتك لتطوير كرة القدم في النادي حررتك تعلم حررتك بس لو تسمحني عسى حاجة تطرقت بالنسبة لبطولة 2014 2014 شفنا بقى كل الملاعب يعني رحت مرتين تلاتة لبرازيل ومش شفت بس ملاعب المباريات تبعنا برضو ملاعب التدريب كلها فرعية الفرعية كلها في كل المدن اللي نظامت البطولة فده طبعا بيدي لواحد خبرة كبيرة في عملية استاد مش هقول الحراكة ان انا ملم بكل شي يعني هكون مسؤول من الالف للياء الاستاد لكن في حاجات رأيت اكثر من غير اكبر بطولة في العالم كاس العالم وشوفنا استادات كتير قوي يعني مراكانة وشوفنا الاستاد بتاع برازيل كل الاستادات شوفناها واستادات التدريب وطبعا كانت عملية وكانت عملية مش سهلة لان البرازيل دولة كبيرة جدا والمشكلة بتاعت البرازيل ان هما كسبوا كاس العالم خمس مرات فكان دايما متأخرين في التنفيذ البرامج بناء الاستادات وكل الحاجات دي والفنادق وماي لا زي كل ما نقول لهم انتم متأخرين هنكسبنا كاس العالم خمس مرات نقول لهم يا جماعة تكسب كاس العالم ملوش اي علاقة زي بالظبط جوني الكابتن نجدى عبدالغاني كل ما اتكلموا يقول لك كوني وهنروح للكابتن نجدى عبدالغاني ورأيه وعرضه لي وجهة نظره في سياتك ربنا خليل الراجل داله هو للوقت دي ملقاش يعجب مصطفى مراد فهني ملقاش يعجب بعد ما كانش تخشي كامل مصطفى مراد فهني بعد وانت خارج تصلي لك اجل شكرا انك عدت معا